بسم الله الرحمن الرحيم ولايدي وحبيبي طلبة جريد فور تعالوا نفهم بقى يا ترى ايه هي السورسز وطلايد ويا ترى احنا بنشوف الحاجات اللي حوالينا ازاي بتنسوا لو دي اول مرة تشوفونا سبسكرايب بقى للقناة وفعلوا زر الجرس ونضموا لينا على الفيسبوك وعلى الواتساب وعلى التليجرام كل اللينكات هتلاقوها في ديسكريبشن بوز سندوا الوصف تحت الفيديو يلا سوا نبدأ اخر بورت من lesson 1 في concept 3 طيب بعد ما شفنا المرة اللي فاتت حدوتة الفيشنج كات وحدوتة ازاي النكتورن الانيمال الاي بتاعتها دفر شوية عن الهيومن ايز النهاردة بقى حنتكلم عن السورسز اوف لايت يعني ايه سورسز اوف لايت يعني احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت ان الفيشنج كات دي عندها حاجة اسماها mirror like membrane بتاعت تعمل كلكت اللايت وعملتلو reflect back او bounced off تاني هي اصلا اللايت ده ايه هي السورسز بتاعته السورسز اوف لايت هي اي حاجة something بس بشرط تبقى تدينا تعمل لنا give off او emit its own light يعني اللايت اللي طالع مننا ده بتاعها زي مثلا الصن الصن بتعمل لنا امت لللايت بتدينا اللايت واللايت ده من عندها هي نفس فكرة الالكتريك لامب اللي احنا منورنها دلوقتي وقاعدين بيها طيب دي برضو بتدينا اللايت بتاعها هي الفاير ده اللايت بتاعها هي الكاندل الفلاش لايت كل دي بنسميها sources of light يا ميس ايه حكاية بتاعها هي بتاعها هي هو ممكن حاجة يدينا اللايت مش بتاعه او في الحقيقة في حاجتين يقدروا يدينا اللايت ما هماش الـ يعني اللايت سلفينه وبيديهم لنا تاني الحاجات دي زي ايه؟ زي المون وزي الميرور احنا بنشوف الصن بتطلع الصبح وتدينا اللايت وتمشي الصن اخر النهار كده ويطلع لنا مون يدينا اللايت برضو بس ليه بقى ما قلناش ان المون ده source من اللايت فوق مع الصن علشان المون اللايت اللي اديهولك ده مش بتاعه المون عامل زي الميراية بالضبط يا شباب المون زي وزي الميرور ما بيطلعش لايت don't emit light وما اللي بيعمل ايه؟ ده لما تديله لايت يرجعه لك تاني ده reflect اللايت اللي يوقع عليه يعني ايه دي الصن بتاعتنا وادي المون وادي الأيرث المون بتوصله الصن لايت وهو يعمل لها reflect ويرجعها لنا اللايت اللي جايلي من المون ده مش بتاع المون ده بتاع الصن كل اللي عمله المون انه عمله reflect لللايت ده نفس الفكرة بتاعة الميرور الميراية عندنا لو بصينا فيها بنلاقيها منورة ونشوف نفسنا هي مش منورة علشان هي بتطلع لايت اللي انت بقى لو حطيت الايه؟ الميراية الجديدة اللي هي مطلعة لد كده وفيها نور برضو النور ده مش هيبقى بتاعه ده بتاع اللد اللي محتو الميرور نفسها بقى ما بتعملش امت لللايت بتاعها هي اصلا ما عندهاش لايت هي كل اللي بتعمله انها بتعمل reflect لللايت اللي فول عليها عشان كده ما قولناش اساميهم في sources of light المون والمل طيب هو احنا يا ميس اصلا ازاي بنشوف؟ يعني انا دلوقتي شايفة الوبجيكت اللي هو ديمي ده ازاي؟ انت شايف الكتاب اللي محتوطه على الترابيزة قدامك ازاي؟ شايف القلم اللي في ايدك ده ازاي؟ ازاي بنقدر نشوف الحاجة؟ بص حبيبي اللعبة سهلة خالص ايه دي حبيبي اللي حصل اهي ايه دي الصام بتاعتنا ادتنا اللايت اللايت ده وقع على الوبجيكت ايا كان الوبجيكت بقى طبق فواكه جميل كده زي اللي قدامنا او كتاب او قلم او كراسة اي حاجة وبعدين اللايت ده بصة حصله ايه؟ رجع لي تاني اهو ده اللي كنا بنتكلم عنه دي اهم محدودة في اللايت ان اللايت بيحصله ريفليكت لما يقع على اوبجيكت يعني اللايت لما وقع على اوبجيكت كده حصله ريفليكت يعني يغير الديريكشن بتاعه يعني بدل ما كان ماشي كده فام رجع لي انا تاني فانا شفته اه يعني اللايت الصن عملت له امت وقع على الوبجيكت حصله ريفليكت رجع على الاي بتاعتي فانا شفته وراح الحدوتة للبريل ترجمة الحدوتة بتاعتنا وقالت ده طبق فرو شكل تاني مثلا لنفس الحدوتة ادي اللايت سورس بتاعنا هنا اللام عملي امت لللايت اللايت وقع على الوبجيكت حصله ريفليكت راحت للاي بتاعتي اللي بعتت السيجنل للبريل وقالت لي ده كتاب نفس الفكرة هنا ادي الصنهة اداتني اللايت بتاعها اللايت وقع على الوبجيكت ده والوبجيكت عمل ريفليكت لللايت فانا شفتها وفهمت اني دي فلاور ايه دي حدوتة الفيجن بتاعتنا كل اللي بيحصل ان اللايت بيقع على الوبجيكت والوبجيكت يعمل ريفليكت لللايت ده انا شوف اللايت وهو عمله ريفليكت ام ترجمة الوبجيكت اللي قدامي ده شكله ايه بالزبط سبحان الله حاجة غريبة جدا والبادي بتاعنا بيعملها من غير اي تدخل مننا تعالوا نرجع ونشوف الكلام ده مكتوب ازي how we see when the source of light اي ان كان الصورس ده sun can lamp can fire اي ان كان emit light full an object ايه اللي حصل بقى اللايت ده باونس اوف عن الوبجيكت ده او عمل ريفليكت كلمة باونس اوف هي هي كلمة ريفليكت على الوبجيكت ده وقع على الاي بتاعتي فانا شفتها اللايت ده يا شباب نوع من انواع الانرجي بنسميه visible form of energy يعني ايه؟ يعني الform of energy الvisible كلمة كلمة جاية من كلمة vision يعني الانرجي اللي بنقدر نشوفها امتى لو تكرت الانرجي اللي خدتها كده تفتكر كان عندك انرجي اسمها sound انرجي دي ما بنشوفهاش دي بنسمعها كان عندك حاجة اسمها electric انرجي مش بنشوفها برضو عندك حاجة اسمها magnetism اللي هي جاية من الماجنت دي برضو مش بنشوفها اللايت هو الانرجي الوحيدة اللي بشوفه عشان كده بقى هو ده الكلمة characteristic قوي للانرجي دي دي الvisible form of energy بتعمل ايه؟ travel in the sound على شكل wave شوفنا الحتة دي قبل كده مع الدولفن ومع البات الحاجات اللي كانت بتعمل echolocation لو تفتكروا كنا بنقول برضو ان sound travel in the form of wave فعلا sound والlight اللي اتنين متفقين في حدوتة انه هم بيمشوا او travel في الميديا اللي حوالينا او في الاتموسفير اللي حوالينا على شكل wave بس في واحدة منهم الwave الvisible اللي هو light والwave التالية اللي we can hear ودي sound كلامنا في الكون سبت ده على الvisible form of light اللي بتمشي على شكل wave اللي هو light نكرر تاني لو انا عندي complete darkness يعني ايه يعني قاعد في مكان dark ما فيهوش ولا اي نقطة نور we can't see anything ليه يا ميس ليه يا ميس عشان احنا لسه حكين انت شفت لما light وقع على الobject ورجع الreflected light ده على الاي بتاعتك لو مفيش light مفيش حاجة حتوقع على الobject والobject مش هيعمل bouncing off لحاجة والحاجة بقى اللي هي كان المفروض توصل للاي بتاعتك مش موجودة فكل حاجة تبين كأنها بدون اي light يعني black in color هو ده اللي حصل because without light bouncing the object into our eyes everything will look black ده سبب الدنيا الظلمة اللي بنشوفها بالليل لان ما فيش light يبقى ما فيش color يبقى كل حاجة تبين كأنها black in color بكده حبيبي يكون خلص lesson 1 ذكروا كويس واتمنى لكم كل التوفيق